تعددت الروايات ونتيجة واحدة نجل معمر القذافي هاني بعل يظهر مساء الجمعة عبر شريط صورته مجموعة خاطفة متورم العينين وكأنه تعرض لضرب مبرح وانطمعنا في الشريط إلى أنه بصحة جيدة ومع أشخاص يخافون الله نتمنى العالم كلها يحدى حذوة أنصار الإمام موسى الصدر أن يكونوا أوفياء مثلهم لقائدهم وليزعيمهم مش مثل الذين برموا ظهرهم ونشقوا وهربوا ولا يكتريتهم للمصير فأنا أنا مرتاح وقعد معناس تخاف الله وتخاف ربي وزي ما قلت لكم ما تنشوي علي أنا في صحة جيدة ومرتاح ومبسوط وما وإن شاء الله قضية هذه سيكون في صدر لها ويسمروني لأنه قصدهم اللي عندهم أدلة إنهم يقدموها فورا بدون تلكب وبدون تأخير بين رواية استدراجه من سوريا إلى لبنان حيث خطف وبين خطفه داخل الأراضي السورية حيث يعيش منذ سنوات يخضع هانيباع لتحقيق مع شعبة المعلومات التي تسلمته بعد وقت قصير على إعلان خبر اختطافه بعد أن تركته المجموعة الخاطفة على طريق بعلبك حمص الدولية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس أكد أن شعبة المعلومات تلقت اتصالا من شخص ادعى فيها أن مجموعة خطفت هانيباع المعمر القذافي وأنها تود تسليمه إلى الشعبة فتوجهت قوة منها إلى المكان الذي حدده الخاطفون في بعلبك فتأكدت لها هويته بعدما عرف عن نفسه وأقر بأنه هانيباع فتسلمته شعبة المعلومات وتوجهت به إلى مقار المديرية العامة في بيروت حيث سيخضع للتحقيق هانيباع هو الابن الرابع للعقيد معمر القذافي ولد في 20 سبتمبر عام 1975 شغل منصب المستشار الأول للجنة إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عام 2007 بعد حصوله على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال واقتصاديات ولوجستيات النقل البحري من جامعة كوبنهاجن لإدارة الأعمال لهانيباع للقذافي العديد من الفضائح والمشاكل القانونية في عدد من المدن الأوروبية تداول الإعلام العالمي اسمه على إثر إلقاء الشرطة السويسرية القبض عليه وزوجته اللبنانية ألين سكاف على إثر توجيه اتهامات إليهما بالأذى الجسادي والتهديد بحق خادمين خاصين بهما في أحدى فناضك جنف ترجمة نانسي قنقر